هذا وامتنع نظام الولي الفقيه عن تقديم أي مساهمة مالية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق والذي تعهدت فيه الدول المشاركة بتقديم 30 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق الذي شهد حروبا طاحنة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بعد أن أرهق نظام الولي الفقيه شعبه ذلا وهوانا في سبيل التغلغل في الدول المنطقة بغية الوصول إلى أهدافه التوسعية بدأ نفوذه يتقلص في عدد من الدول وخصوصا في العواصم التي فشل في إحكام سيطرته عليها وإعادة الحياة فيها إلى طبيعتها ولا غريب فالنظام في إيران اعتاد الدمار للإعمار وعلى الضفة الأخرى من بحر سياسة المنطقة تتحد الكلمة العربية والخليجية خصوصا لإعادة إعمار العراق تلك الجمهورية التي عاث فيها الإيرانيون فسادا وتغلغلوا في مفاصلها وأنهكوها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا فقد امتنع نظام الولي الفقيه عن تقديم أي التزامات مالية في مؤتمر الكويت والذي تعهدت فيه الدول المشاركة بتقديم 30 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق الذي شهد حروبا طاحنة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلا أن نظام طهران اكتفى بالصمت والخروج من قائمة التعهدات المالية بحجة أن بلاده قدمت واجبها تجاه العراق متجاهلا ما لحق بالعراق والعراقيين من دمار وتخريب وتهجير سببه الأول والرئيس نظام إيران الذي لا يبحث عن لعب دور في المنطقة أو العالم وحسب بل يعمل على إيجاد نفوذ في الدول لتسيير مصالحه الأيديولوجية وبالرغم من أن نظام طهران حضر في مؤتمر إعادة إعمار العراق إلا أنه اختفى عن قائمة التعهدات المالية ويتوقع مراقبون أن يحصد نظام الولي الفقيه معظم مشاريع إعادة إعمار العراق رغم عدم تقديمه أي دعم خلال مؤتمر الكويت حيث يعتمد هذا النظام المتطرف على دعم حلفائه من أحزاب وميليشيات إرهابية شتان بين دولة تعتمد في سياستها على الدمار والتخريب باستخدام أي وسيلة ولو كانت الإرهاب والقتل والتعذيب للوصول للأهداف التوسعية وبين دول تسعى للإعمار والإصلاح ما استطاعت مجتمعة تحت مبدأ واحد وهو أن العراق عربي وإسلامي تعفيه ونهضته جزء أصيل من نهضة المنطقة والدول العربية ترجمة نانسي قنقر